معنا حول هذا الموضوع المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا عبر خدمة سكايب من برلين السيد أحمد الأحمد على أن ينضم إلينا لاحقا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبدالغني من الدوحة سيد أحمد يعقد في مطلع كانون الأول المقبل المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة حذر الأسلحة الكيميائية سابقا تحدث رئيس المنظمة عن تجاهل فصل المقداد لرسالة أرسلتها المنظمة حول عدم وفاء النظام بالالتزام بتعاهداته حول التخلص من ترسانته الكيميائية هل ستكون سوريا على أجندة هذا الاجتماع المزمع عقده في منظمة حذر الأسلحة الكيميائية لمناقشة التهديد الذي يشكله سلاح النظام الكيميائي تهيات لك ولجميع أساد المتابعين بكل تأكيد الملف السوري حاضر وبقوة على أجندة المؤتمر السنوي لمنظمة حذر الأسلحة الكيميائية نحن طبعا في أبريل من هذا العام صدرت تقرير عن فريق الدبل آي تي وحمل النظام السوري مسؤولية للهجمات مسؤولية عن ثلاث هجمات حصلت في آذار 2017 وهي هجمات مدينة اللطامني بعد هذه الهجمات طلبت منظمة حذر الأسلحة الكيميائية وأمهلته مهلي 90 يوما للكشف عن ثلاثة أمور أولا عن المخزون من الأسلحة الكيميائية وعن مرافق الإنتاج التي انتجت بها هذه الزخائر وأيضا عن تسوية الوطع بشكل عام لإعادة تقييم الإعلان الأول للنظام السوري كافة هذه الأمور الثلاثة لم يجيب عليها النظام السوري إطلاقا وليس فقط هو تجاهل رسالة من منظمة حذر الأسلحة بل حتى المهلي التي أمهلت إليه من منظمة حذر الأسلحة قد انتهت ولم تتلقى المنظم أي تقرير طبعا غدا سيكون على أجندة منظمة حذر الأسلحة الكيميائية سيكون ملف اللطامني حاضر خصوصا ملف اللطامني حاضر على طاولة الدول الأطراف وأعتقد بأن منظمة حذر الأسلحة الكيميائية سوف تتخذ إجراءات وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من معاهد حذر الأسلحة الكيميائية وقد تصل إلى تجميد عضوية النظام السوري في منظمة حذر الأسلحة الكيميائية ولكن هذا أعلى سقف يمكن أن تجريه منظمة حذر الأسلحة الكيميائية تجميد عضوية النظام لا أكثر لا تجميد عضوية النظام هذا إجراء أولي طبعا هناك خطوات لاحقة تتبع هذا الأمر تجميد عضوي إحالة الملف إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وهناك سيتم إحالة هذا الملف إلى الجمعية العمومية هناك ربما إجراءات أخرى سنتابعها لاحقا ولكن حصلت تلفزيون سوريا على شهادات لأشخاص فقدوا ذويهم وأصيبوا بمجزرة الكيموي التي وقعت في الرابع من نيسان أبريل عام 2017 نتابع هذه الشهادات ومن ثم نعود للنقاش أثناء وجودنا في المنطقة صورت المكان المستهدف الصاروخ الكيموي الذي نزل فيه الحي الجنوبي الذي سقط في الحي الجنوبي طبعا خلال أثناء تصويري نحن نابقنا تقريبا دقائق حتى الصاروخ وقت صورته كانت عبارة عن خمس ثواني كانت هذه كفيلة أنه تعرضنا إلى الإصابة قررنا نغادر المكان لأنه حصينا أنه المكان لازم نغادر منه لخطوبة الوضع توجهت بالسيارة أنا وزملائي الإعلاميين تقريبا مسافة 200 متر عن المكان اللي كنا عم نصور فيه الصاروخ الكيموي أحد الزملاء صرخ وبلش عليه أعراض الكيموي تظهر ألم في الرأس مع غباش في العيون وضيقة في التنفس فقررت سوق السيارة عنه وتوجهنا بعدين على المشفى مباشر أثناء وصولي المشفى حسيت بلشت الأعراض تظهر عليه كمان أسعفونا الممرضين إلى داخل المشفى وداخل المركز الدفاع المدني أعطونا بعض الأدوية ومن ثم نقلوني على مشفى تلمنيس بمشفى تلمنيس هذه الأسناء اللي بتذكروا الدكتور ضربت ضوه في عيوني قلوا معه حدق دبوسي الأعراض الكيموية ظهر عليه بشكل طبيعي يعني بشكل واضح وأنه ظهر عليه يما حسيني لها الضربة أمنا فزينا من تحت الحرامات أشفي أشفي قال طيارة ضربت أشون بيقولوا رحمة صاتيحة نزلنا نرقض عند بيت سلفتين في ملجأ نزلنا عليه قالوا كل الشباب بره ماتت ريحة مضيقشة ويطلعنا والله نرقض يقول لي عني هالشباب مش شرفين وراعي غالا ميت بين الجزيرة بين الشارعين كماني أشفي قام ابننا هاد عبغفور أصعب بين خات الله ويجيراننا أشفي أريامو راحوا جيراننا تفهم هون اثنين والله وصار الرقض ما حسيني لنقب أرض الدار سحب وأخوهم قالوا دار صالك التعليمو يبقى أرض الدار بعدين سحبوا ضلينا بجاسبوع مضيعين ويروحي إلي ولد تركي يعنا قام دق علي أبو قالوا لك يا عبد الرزاق ضيعنا الأستاذ قالوا لا شو إرقيا راح يروحي دور بين الأتراك ونيك ما بدنا ننزل قالوا بدنا ننزل أنا جنازة في جوا قام طفنا رحية تنزل إبني وقام دق علي أبو قالوا يا حج عبد الرزاق لقيت لك الأستاذ ناين فيها البراد قالوا إيه قالوا صبحنا الله سبدي يجيبوا بتبعتلي سيارة لباب الهواب جيبوا هنيك والسيارة بتأخذنا راح جابوا يعني يعني أعطونا إيا وتوفى يروحي وجارنا هذا من لطان كونه وحمد كمان توفى انضم إلينا من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان سيد فضل عبدالغني مساء الخير سيد فضل بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الكيموي وثقتم في تقرير لكم أرقام مرعبة عن أعداد ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا لو تعطينا أبرز التفاصيل لتقريركم أول شيء هذا اليوم هو أقر بعام 2015 يعني ما صر له من كذا عام ليش أقر ليش أعيد إقرار وليش انفتحت هذه الصفحات هذا لأنه ما في حدا ولا شعب بالعالم تعرض للأسلحة الكيميائية بالقرن الـ 21 إلا الشعب السوري ما في ولا شعب وهذا اليوم أقر لأنه المجتمع الدولي والشعوب تتوقعت أنه ما عاد حدا ولا دولة تجرؤ على استخدامه وهذا انتهى ما عاد فيه استخدام بس كان فيه بالـ 97 بحلبجة وبعده أو بالـ 96 وبعدين أقر معاهد حضر الأسلحة الكيميائية بالـ 97 ومن تلك الفترة سنوات طويلة عشرات السنوات ما حد عاد فكر أنه يستخدم الأسلحة الكيميائية لأنه صار قانون عرفي وهو سلاح دمار شامل وليش أقر بالـ 2015 من اللي عم يصير وبالتالي الشعب السوري هو يعني صاحب رصيد كبير وكريدت أنه بهذا اليوم ونحن شعب نقول عم نقول أنه بهذا اليوم فيه أكتر من 1500 مواطن سوري قتلوا نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية المتكرر والواسع النطاق هو جزء من هجوم من قبل النظام وواسع النطاق بمعنى هو أصبح شريمة ضد الإنسانية هدول هن وعائلاتهم وأقرباءهم بانتظار تحقيق العدالة بهذا اليوم لأنه هن الشعب الوحيد لتعرض لهجمات كيميائية وأكتر من 12 ألف شخص مصاب بالأسلحة الكيميائية كل هؤلاء هدول بس الضحايا المباشرين أما إذا نحكي عن الضحايا الأوسع فالأسلحة الكيميائية ساهمت بتشريد قصري لأهالي مدينة دومة اللي صار النظام استخدمه كجزء من استراتيجية هجومية ضد وحالة الرعب والإرهاب اللي حلت بالمجتمع السوري السلاح الكيميائي هو سلاح إرهاب صحيح عدد اللي قتلوا هو أقل لكن هدفه بس الزعر ودفع الناس للاستسلام لأنه بيقتل بالخنق وليس قتل مباشر يعني بيقتل على مراحل فبالتالي هو أقسى من استخدام بقية الأسلحة وهذا هو تكتيك النظام السوري ولهيك نحن نزكر بهذا اليوم بهي الجوانب وأيضا استغلينا الفرصة وعطفا عن اللي يذكره الصديق الدكتور أحمد الحقيقة لتقرير بس نحن نرجع خطوة لورا التقرير صدر بنيسان 2020 وتسعين يوم أوكي ثلاثة شهور نحن وين نحن صرنا بشهر 12 يعني وحتى هي لجنة حضر الأسلحة الكيميائية قال أمين العام تبعه بتشرين الأول أنه النظام ما أوفى بمهامه فبتشرين التاني خمسة تشرين تاني مجلس الأمن عقد جلسة ليناقش قضية الأسلحة الكيميائية بسوريا شو صار بهذه الجلسة ولا شيء يعني هذا أيضا هذا اليوم نحن لنرجع نستذكر سأختمعك أصلا بهذه النقطة نقطة والتي أشار إليها تقريركم نقطة الفشل الدولي الشامل فيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي الجرائم بالسلاح الكيميائي سيد أحمد أعود إليك في هذا الصياق الإجراء سيكون بالنسبة لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية تجميد عضوية النظام ثم إحالة الملف إلى الجمعية الأممية ثم ماذا بعد كيف سيحصل هذا النظام على استخدام هذه الأسلحة نتابع معارض قضائية في هولندا وألمانيا ضد النظام السوري ومسؤوليه لاستخدامهم هذه الأسلحة حتى الصحف الأوروبية وثقت الصلة الوثيقة بين الهجمات والمجازر الكيميائية وماهر الأسد وبشار الأسد نفسه طبعا أنا حقيقة لا أتوقع كثير من الاجتماع السنوي حتى لو تم تجميد عضوية نظام السوري حالة الملف إلى الجمعية العمومية أنا لا أؤمن في المسار الدول لم نعد نؤمن في المسار الدول لإطلاقا لذلك هذا أكيد لن يجلب شيء لكن الجديد أنا اليوم أتوقع بأن هناك تصعيد كبير خصوصا نحن نلتمس اليوم من قبل الحكومة الألمانية من خلال عدة عدة اجتماعات أو من خلال التعاون نفترض نحن اليوم أن منظمة حضر الأسلحة أو عن طريق أي مسار دولي عن طريق مجلس الأمن بدنا نحسن الظن بالروس وبالصينيين وبالكل وأنه تمت إحادة الملف للجنايات الدولية خلنا هيك نقول وفي من الجنايات الدولية أكثر ما تستطيع تحقيقه الجنايات الدولية هو أصدر مغزكرات توقيف دولي في حق الفاعلين اليوم في القضاء الألماني سيقوم بهذه المهمة يعني في حال تم فتح هذا التحقيق وتم تلقي دعوة من المدعي العام الألماني في كارلس روي وسيتم حاليا وحدة الجرائم الحرب الألماني تحقق في هذا الأمر في حال اكتملت هذه الصورة وأصدر المدعي العام يعني مذكرات توقيف في حق هؤلاء المجرمين يكون يعني أنا بظن ما في فرق كبير بينه وبين المسار الدولي يتبع طبعا وفي هذا الصدد في هذا الصدد يعني هناك ما يبعث للأمل حقيقة في هذا الصدد يعني هناك تقدم كبير كون التقرير الذي صدر عن دبل آي تي في أبريل هو مرجعي للتريبل آي ام يعني نحن لحتى نروح لعند المدعي العام ما فينا نروح لعنده بفيديوهات وصور ونقول له وفتحنا تحقيق في مجزار تخانشيخون أو اللطان بدنا نروح لعنده في ملف مبني وفقا للمعايير الجنائي الدولي منظمة حضر الأسلحة الكيميائية حققت فيها ستقص الحقائق بشكل تقني وأثبت وجود هجوم بعدين إجاء الدبل آي تي وأثبت أنه النظام السوري هو المسؤول حاليا الأمم المتحدة تريبل آي ام شوف في شغلات ناقصة عن فريق الدبل آي تي وعن التريبل آي ام راح تكملها عن طريق جمع عينات من مصادر مفتوحة من مصادر مفتوحة وهي المنظمات الغير حكومية وتقوم ببناء هذه البلفات بشكل جنائي ويقوم بطلبها المدعي العام لألماني طبعا والتحقيق الذي أجرته أيضا ديرش بيقلي صب في هذا الصدد يعني المدعي العام أنت تريد أن تذهب له ما فيك تروح لعنده بقضية ضد مجهول تقول له أنت بحاسب تروح في عنده صورة كاملة يجب أن تكون هذه الصورة مضحة وصلت الصورة دعنا أستاذ أحمد أن نتابع أبرز الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام ضد السوريين في هذا الكليب الصغير فلنتابع موسيقى 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 أعود إلى سيد فضل عبدالغني من الدوحة سيد فضل أختم معك الحلقة أشرتم أيضا بالتقرير إلى الفشل الدولي في إيقاف النظام عن ارتكاب الجرائم الكيموية ما جعله يتمادى أكثر بارتكاب المزيد منها تفضل بكل تأكيد هناك فشل صارخ العراق زبط الزكر كان فيه بس مجرد اشتباه بوجود أسلحة دمار شامل تم التدخل الدولي لوقفه النظام أثبت ليس شبكة سورية لحقوق الإنسان لوحدة أثبتت نتكلم عن جهات أممية لديها أعلى المعايير مختبرات لا تملكها إلا دول قامت بعمليات فحوص تستغرق أشهر للحصول على النتائج لهيك الروس ما تمكنوا من الطعن فيها مستحيل بطعن تقارير التي صدرت عن الآلية التحقيق المشتركة وأثبتت مسؤولية النظام ثلاث مرات لأنشأ قرار مجلس الأمن 2-2-3-5 والآن التقرير الذي صدر بنيسان كان يفترض كل قرارات مجلس الأمن التي متعلقة بالأسلحة الكيميائية بسوريا مربوطة بالفصل السابع لماذا لم يطبق أي منها وفقا للفصل السابع والذي قالت أنه إذا كان في استخدام جديد للأسلحة الكيميائية سيكون هناك تدخل بموجب الفصل السابع لم يكن هنا لا يوجد فشل أعظم من هذا الفشل لمجلس الأمن وليس فقط لمجلس الأمن بل حتى للمجتمع الدولي لأن مجلس الأمن هو مشلول نتيجة الفيتو الروسي كان يجب أن يكون هناك تدخل خارج حتى نطاق مجلس الأمن من قبل الدول المتحضرة لأنه عندما يشل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم الأعلى فبالتالي تصبح مسؤولية تنتقل إلى المجتمع الدولي لمحاربتها وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية جنيف المشتركة التي تنص أن تحترم الدول اتفاقيات جنيف وأيضاً تضمن احترامها وبالتالي يجب عليها أن تبزل كل جهد هذا حق السوريين ما أنه أمر حداً يتفضل هذا القانون الدولي بنص لكن لم يطبق بحق السوريين هذا أدى أن النظام يكرر الهجمات ويكرر الاستخدام وأيضاً يتفاخر بهذه الهجمات وبعدين قسم من هذا المجتمع إجباري يكون عنده ردة فعل عنيفة تجاه الخزلان من العدالة وفقدان الأمل والنظام يشرد ويقتل ويستخدم أسلحة دمار شامل هو الوحيد بالعالم الذي يستخدم هذا السلاح شكراً جزيلاً لك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبدالغني كنت معنا من الدوحة شكراً لك أشكر كذلك المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا من برلين السيد أحمد الأحمد شكراً جزيلاً لك مشاهد